تضع مصر القضية الفلسطينية نصب عيونها وعلى مدار عقود عديدة كانت هي المدافعة دوما عن حق الشعب الفلسطيني وصوت فلسطين في المحافل الدولية وترتبط مصر بالقضية الفلسطينية ارتباطا دائما وثابتا تمليه اعتبارات الامن القومي المصري وروابط الجغرافية والتاريخ والدم والقومية مع الشعب الفلسطيني ارتباط مصر بقضية فلسطين هو ارتباط دائما ثابت تمليه اعتبارات الامن القومي المصري وروابط الجغرافية والتاريخ والدم والقومية مع شعب فلسطين فلم يكن الموقف المصري من قضية فلسطين في اي مرحلة يخضع لحسابات مصالح آنية ولم يكن ابدا ورقة لمساومات اقليمية او دولية لذلك لم يتأثر ارتباط مصر العضوي بقضية فلسطين منذ عام الف وتسعمائة وثمانية واربعين مصر اتخذت تدابير وقرارات ذات طبيعة سياسية لمساندة القضية الفلسطينية منذ نشأتها وتمثل ذلك في مواقف رؤسائها والمسؤولين بها في المحافل والمؤتمرات الاقليمية والدولية وايجاد سند قانوني لقيام الدولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام الف وتسعمائة وسبعة وستين وعاصمتها القدس الشرقية ومعترف بها من الامم المتحدة ويأتي هذا الحرص عن اقتناع تام بان تحقيق هذه الخطوة هامة جدا لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم بالمنطقة ولتجنب المزيد من العنف وحقن دماء المدنيين الابرياء من ابناء الشعب الفلسطيني بذلت مصر العديد من الجهود لوقف اطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية واسرائيل بقطاع غزة فضلا عن الجهود الانسانية التي قدمتها مصر من خلال فتح معبر رفح لاستقبال الجرح والمصابين الفلسطينيين والمساعدات الغذائية والدوائية للشعب الفلسطيني وبهدف تحقيق الوفاق بين الفصائل المختلفة ترعى مصر الحوار الفلسطيني الفلسطيني وتتم استضافته في القاهرة في جولات متكررة منذ عام 2002 اكدت خلالها مصر ضرورة وضع برنامج سياسي موحد بين كل الفصائل ركيزته الاساسية تخويل السلطة الفلسطينية واجراء مفاوضات مع اسرائيل في القضايا المصيرية وعدم قيام اي فصيل من الفصائل او السلطة الفلسطينية بالخروج عن البرنامج السياسي الموحد او الانفراد باتخاذ القرار كانت وستظل مصر المساندة الاكبر لقضية العرب الاولى بصفتها اكبر دولة عربية ومصر لم ولن تتخلى عن دورها كقوة اقليمية تقود وتتفاعل وتناصر القضية الفلسطينية حتى اقابة الدولة الفلسطينية وعودة كافة الحقوق للشعب الفلسطيني